الظلم يتجدد ويتنوع في عراق ما بعد عام 2003 فبعد أن خرج العراقيون في ذورة تشرين لرفع الظلم وتسلط الأحزاب الطائفية الفاسدة مضحين بمئات الشهداء وآلاف الجرحى هو الظلم يقع مرة أخرى على الثوار ولكن بطريقة أحكام الإعدام الجائرة أعتقل ابني ظلما وجورا وتم الحكم عليه ظلما وجورا ولم يدخلنا إلى المحكمة ولم يستمع القاضي إلى شهادتنا بعد عجل حكومة عن إيقاف ثوار تشرين في ثورتهم المستمرة التفوا على شبابها بقضايا ودعاوى كيدية فاعتقلوا أربعة من الشباب المتظاهلين في قضاء العزيزية بمحافظة واسط بتهم خلت من الأدلة مع تعرضهم لأنواع الانتهاكات من التعذيب والتهديد خذوا بدون لا دليل ولا احترافات بالتعذيب كسروا ويدا يمنع كسروا خشمة السنونة أربعة انشلعوها ولدنا أربعة مريئين ما طلعوا ولا مشوا ولا سوا ولا قتلوا الكاميرات اختفت الدلائل كلها ضموها نود التقارير الطبية ابني نود التقارير الطبية ضمونها لأنها كلها ضدهم صارت ضد القضاءات وضد الدولة اللي وقفوا عليهم وعذبوهم أهل العزيزية خرجوا في تظاهرات للمطالبة بأبطال أحكام الأعدام الجائرة على أبنائهم الذين انتفضوا مطالبين بحقوقهم المشروع سؤال رئيس الوجراء ابنك إذا كتلت جوع تجيب الستشينة وتذبحه يصير لو تنتفض بالشارع يشيل شليلك وتفتر يا عالم انطوني ابن راح يموت فالناس اليوم طلعت في الشوارع كتلها الضيم اليوم سعر البرميل مال النفط 130 وتقولون الخزينة خاوية انتم مصدقين الظلون قسما بذات الله إذا دعمت قدرتكم على الناس تذكروا قدرة الله عليكم هذا وحذر المتظاهرون من استمرار الظلم الذي شمل مفاصل الحياة ولسيما السلطة القضائية التي تزدر الأحكام على العراقيين المطالبين بوطن صرخة بوجه الظالم عبادة قسما بذات الله سياسين الصدفل بالعراق تسمعون صوتي انتم كلكم اجيتوا خدعة للشعب وراح تطلعون اللي يجي بالخدعة يضيع بالخدعة قسما بذات الله اكو الله ينطركم واكو الله يضيعكم وتؤكد المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية الانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003 في ظل الحكومات المتعاقبة التي أنهكت العراق وجعلته يتراجع سياسيا واقتصاديا لمصلحة إيران ترجمة نانسي قنقر